دشن وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء العام التدريبي 2023 وتخرج دفعة الاستجداد بالإدارة العامة للأمن والشرطة بحضر موت الوادي والصحراء وأشهد وكيل المحافظة بجاهزية الوحدات الأمنية داعيا إلى مواصلة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والانضباط والاستعداد لتنفيذ المهام في مختلف الظروف والتصدي لكل من تسوي له نفسه المساسة بأمن وادي حضر موت والصحراء مؤكدا وقوف السلطة المحلية ودعمها ومساندتها للأجزاء الأمنية وتذليل كافة التحديات أمامها للقيام بواجبها بالشكل المأمول إلى ذلك استعرض المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بوادي حضر موت والصحراء العميد الركن عبدالله بن حبيش العديد من النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية معبرا عن شكره وتقديره لاهتمام مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي بالوحدات الأمنية مؤكدا الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس في سبيل استثباب الأمن واستقراره وفي كلمة الخريجين عبر الخريج الجندي أشرف بن خبران نيابة عن زملائه عن شكره وتقديره لكل الجهات المساهمة في إنجاح هذه الدورة التدريبية التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية للمتدربين من خلال برامجها وحصصها التدريبية والتوجيهية والتعليمية وشهد الحفل عرضا عسكريا رمزيا للوحدات الأمنية من قوات الأمن الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق والمستجدين وشرطة السير وأمن المطار والأمن العام واستعراض المهارات القتالية بجهزية عالية واحترافية تامة نالت استحسانا الجميع جرى في ختام الاحتفال الذي حضره وكيل المحافظة سالم بن شرمان وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس وعدد من القيادات العسكرية والأمنية جرى تكريم الأوائل والمبرزين في الدورة وتسليمهم الشهادات التقديرية والجوائز العيدية وكذا المساهمين في إنجاح الدورة تقديرا لجهودهم المبذولة